موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمداً لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم ونبارك على خير البرية الذي جعله الله تبارك وتعالى نوراً وعلماً وقرآناً وجعله أسوة حسنة لكل من قال لا إله إلا الله اللهم في بداية هذا العهد وهذا الزمن في بداية العشر الوسطى من هذا الشهر الكريم نتوجه إليك يا ربنا أن تجعلنا جميعاً من عبادك المتقين الفائزين المقبولين الذين قدرت لهم الخير أينما كان وحيثما وجد يا رب العالمين مبارح كنا بنقول إيه؟ بنقول أن ربنا سبحانه وتعالى خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور جعل مستوى الإصطفاء فيها أعلى مستوى يمكن أن يكون لأحد من خلقه ولذلك أن أي نبي أو أي رسول أي ملك كلفه الله تبارك وتعالى بأمر من الأمور بين نعلمها أو خفية لا يعلمها إلا الله نعلمه زي سيدنا جبريل مثلا عارفين أنه هو أمين الوحي عارفين أنه ملك الموت عارفين أنه فيه سيدنا إسرافيل عارفين أنه فيه سيدنا ميكائيل عارفين أنه فيه سيدنا مالك خازن النار لكن فيه ملائكة مكلفين ما نعرفش اليوم أسامي زي ما يقول ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية لما قال على النار عليها تسعة عشر إذن ربنا سبحانه وتعالى كلف عندما يكلف إذن اصطفى هذا المخلوق لهذا التكليف أما عندما يرتفع التكليف إلى ما فوق هؤلاء جميعا يبقى اصطفاء خاص ودرجة عالية لا تنبغي لعبد إلا إذا أراد الله له هذا وأراد له هذه المكانة وهذه الرفعة فيعرف هنا بالألف واللا يبقى زي ما قلنا الحبيب وشرحناها المصطفى المصطفى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا إن ربنا من درجات الاستفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم درجات الخاصة له إنه استفاه وجعله للناس كافة واتكلمنا فيها كمان من درجة الاستفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا بنقول عليه ما تصل عليه قول الله مصلي وسلم مبارك عليك يا سيدي يا رسول الله من قلبك وإحنا كده يعني في وقت الوقت ده هو اللي هو قبل الفطر على طول بيبقى محبوب في الدعاء قوي والاستغفار قوي والتوبة قوي والعودة قوي وتلاقي الكل يا سلام في فرحة وفي سرور وقلبه كده منشرح هو بيقول عشان أنا صمت لا ده عشان ربنا رضي عليه إن أطاعه مش إنه صامله لا الطاعة ربنا عايز منك الطاعة لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناها عبادة طاعة لله طاعة للأوامر أطاعت أحبك الله عصيت كرهك الله فحب الله ليك بيظهر عليك الإنشراح والسرور والرضا والرضوان كلام ده كل فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعلوا إيه إمام الأنبياء والمرسلين إمامهم يعني إيه هنقول سيدهم هنقول كذا لا أي بسيطة أوي في ليلة الإسراء والمعرج أحنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى جمع بقدراته لأن احنا عارفين أن الله على كل شيء إيه قدير عشان ما حدش يقول لك أصل وفصل إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أرادش أن يقول له كن فيكون خلاص إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء مش حاجة صعبة بالنسبال سبحانه وتعالى فجمع الأنبياء بقدرته لسدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس اللهم رده إلى الإسلام والمسلمين يا رب العالمين وارزقنا جميعا صلاة فيه قبل الموت وإن لم يكن فاكتبها لنا بالنية يا رب العالمين جمعهم وأوحى إليه أن يا أمهم في صلاة طب واحد يقول لي دا دلوقتي هو كان لسه الإسراء والمعراج دي الإسراء المعراج لسه والصلاة فرضت فين في المعراج في السماوات طب صلى بهم إزاي أقول لك ما هو أصلا كان فيه حاجة اسمها الصلاة الإبراهيمية يعني على طريقة أو شريعة أو شرعة سيدنا إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه من الله السلام فالصلاة الإبراهيمية اللي هي ركعتين صلي ركعتين الصبح وركعتين أخر النهار قبل أن تفرض الصلاة إزاي ركعتين الصبح وركعتين إمتى أخر النهار طب هو كان يعرف قيام وركوع طبعا مش قال على سيدنا داود فخر راكعا وأنب وقال على السيدة مريم فتجدي واركعي مع الراكعين وقال على سيدنا زكريا قائم يصلي في المحرب يبقى هلا الصلاة بحركتها مذكورة عند الأنبياء من قبل فهو إمام المرسلين والمصطفى من رب العالمين نتوجه إليك يا ربنا في هذا اليوم الطيب وأنت يا ربي يا إلهي سيدي ومولاي بيدك الخير وأنت وحدك على كل شيء قدير قدر لنا في كل خطوة أجر وفي كل يوم فضل وافتح لنا أبواب مغفرتك وعافيتك وبارك لجميع المسلمين في أنفسهم وأزواجهم وزرياتهم وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة والأمن والأمان وادفع عنهم يا رب الشر وأطل أعمارهم واكتب لهم صالح العمل وحسن الخاطمة وبشرهم بالسرور يوم البعث والنشور اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل دعاءنا ولا تخيب فيك آمالنا يا رحمن يا رحيم يا رحيم